نشرة السابعة من قناة الأردن اليوم أهلا بكم وإليكم أبرز العنوين الملك يفتتح حضائق الملك عبد الله الثاني في منطقة المجابلين لتكون متنفسا للمواطنين في العاصمة الرزاز يوعز لديوان الخدمة المدنية بدراسة واقع العلوات والمكافأة لجميع العاملين بالجهاز الحكومي على وظائف الفئة الثالثة أهلا بكم وبسم الله نبدأ افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم حضائق الملك عبد الله الثاني في منطقة المجابلين التي أنشئت بتوجيهات ملكية سامية لتكون متنفسا للمواطنين في شرقي وجنوبي عمان والمناطق المجابرة واطلع جلالة الملك خلال جولة في الحدائق المقامة على مساحة تزيد عن خمسمائة دونوم على ما تحتويه من مرافق صممت ونفذت بأعلى المواصفات الهندسية والفنية بما يلبي احتياجات الزوار من مختلف الفئات والأعمار وشملت الجولة عددا من مرافق الحدائق حيث تبادل جلالة الملك الحديث مع عدد من المواطنين الذين ثمنوا اهتمام جلالته بتوفير مثل هذه الحدائق النموذجية قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن العام المقبل سيشهد زيادة في الرواتب والأجور مؤكدا أن على الحكومة وضع خطة واضحة للحصول والوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي والاعتمادي على الذات وشدد الرزاز أنه لا توجد ضرائب جديدة في العام المقبل وعلى الحكومة تحفيز النمو الاقتصادي لتوفير فرص عمل للشباب لتحفيز النمو الاقتصادي الذي ينعكس على المواطن الأردني وبين الرزاز أن الموازنة تمر بعدة مراحل رسمية بدءا من وزارة المالية وإقرارها بشكل أولي من مجلس الوزراء إلى أن يصدر القرار النهائي بها من مجلسي النواب والأعيان طالبت وزارة الخارجية من خلال استفارة الأردنية في الكيان الصهيوني سلطات الاحتلال بنقل جثمان الشهيد سامي أبو دياك الذي توفي أمس داخل سجون الاحتلال حيث أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي أمام مجلس النواب أمس عن إجراءات تقوم بها الخارجية لنقل الجثمان يذكر أن الخارجية ستطلب من سلطات الاحتلال فيما بعد الكشفة عن تفاصيل استشهاده وتزويدها بالتقرير الطبي النهائي لحالته شكرا شكرا أقرر المجلس الاستشاري للموازنة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية للعام 2020 في اجتماع عقد اليوم في وزارة المالية وصارد المجلس أبعاد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامهما مع الأولويات الوطنية إضافة إلى مراجعتين مشروعي القانون باستيغة نهائية وإقرارهما من حيث المبدأ تمهيدا لتحويلهما إلى مجلس الوزراء ليصار إلى مجلس الأمة وقع وزير العدل بسامة تلهوني ونظيره الأوكراني دينيز مالوياسكا اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف أربع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني حول نقل المحكومين وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية وقالت تلهوني أن هذه الاتفاقيات جاءت التزاما بتوجيهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين لتعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات والتجارب خاصة القضائية والقانونية أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق إنه لا بد من انعطاف حقيقي في التعليم العالي وذلك من خلال تنفيذ الرؤى الملكية والتوجيهات الحكومية في نقل التعليم إلى التنافسية العالمية وأضافت توق أن زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم التقني يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة التي تؤثر سلبا في النمو الاقتصادي موضحا أن التعليم التقني يسهم في إعداد طلبة فنيا وتقنيا وإكسابهم المهارات العلمية والتعليمية والحياتية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي افتتح وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة مهرجان زيت زيتون في موسمه العشرين اليوم في حدائق الحسين تفاصيل أوفى في التقرير التالي بشعار بهجة وفرحة وطن افتتح وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة مندوبا عن جلالة الملك مهرجان الزيتون في موسمه العشرين لهذا العام في حدائق الحسين دعما للأسرة الريفية والجمعيات المنتجة في الريف والبادية هذا العام العشرون الذي نحتفل به ونبتدئ دائما موسمنا بالتبارك بهذه الشجرة المباركة ونختم موسمنا بالتبارك أيضا بهذه الشجرة المباركة ولأن التناغم أيضا مع قيادة مباركة علمتنا على مدار عشرون عام أن الإنجاز هو الواقع فإننا اليوم وليس من قبيل صدف ولكن لأن هكذا علموا الهاشمين لقد دأبت وزارة الزراعة والتي تحمل راية هذا القطاع الوطني بامتياز أن تقيم هذا الاحتفال ليشاهد الجميع عظمة هذا المنتج المحلي وليشاهد الجميع ما يقدمه العنصر الأساس في القطاع الزراعي المزارع من جودة في الإنتاج المهرجان الذي بلغ عدد المشاركين فيه نحو ستمائة مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء المملكة يغطي مساحة أربع دينومات ويعرض مختلف المنتجات المصنوعة من زيت الزيتون إضافة إلى بيع الزيت المفحوص لدى عدة جهات حكومية لدينا اليوم منتجات كلها منتجات داخل فيها زيت الزيتون من مهرجان زيت الزيتون لدينا كريمات طبيعية لدينا شامبو ونواة التمر لدينا زيت الزيتون هذا هو عبارة عن منتج طبيعي لدينا عشاب طبيعي بالإضافة إلى زيت الزيتون بيعمل على تغذية وصيلات الشعر بحارب برضو أي ضعف الشعر مشاركة من مهرجان كمعصرة للمرة الثمنتاش متابعين مع مركز زباحة الرشاد الزراعي من أول ما بلش مهرجان بخيمة صغيرة لغاية مصال مهرجان بسم الله ما شاء الله على أربع دينومات نحن أربع طلاب جامعة ندرس هندسة حبينا نشغل الستات بالمحافظات الموجودين عشان نوصل أعلى كواليتي ونفس الطائم الأصيل لعمان نحن نكون متجر إلكتروني أونلاين نحن نوصل كل بوت داخل عمان طبعا نحن نشتغل مع وزارة الزراعة قسم الإرشاد الزراعي هو المسؤول عن إدارة المهرجان كل المشاركين المشاركين معنا من جميع المحافظات كلهم ينظم لهم الحضور والطاولات والترتيب هذا في المملكة الوردنية الهاشمية هذا اليوم هو يوم عرس وطني يجمع بين كل منتجين الزيت والزيتون وأصحاب المعاصر وأصحاب المنتجات التي لها علاقة بالزيت والزيتون هذه احتفالية عظيمة وتنظمة وزارة الزراعة وهذا نشاط وهذا نجاح لكل هذه الجمعيات ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام يقدم فيها منتجات أمينة وصحية وبجدة عالية ويوفر كذلك القدرة على فحص زيت الزيتون مباشرة في الموقع قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة موثنى غرائبة إن تكنولوجيا المعلومات أصبحت اليوم أكثر نموا من السابق بمعدل خمسة أضعاف عن القطاعات الأخرى وأكد غرائبة التركيز على نمو محاور الاقتصاد الرقمي بدءا من البنية التحتية التي يتميز بها الأردن مشيرا إلى أن خدمات جي أربعة منتشرة في جميع المحافظات وأن التنافسية بين شركات الاتصالات أدت لانخفاض أسعار خدمتها وانتشارها في أنحاء مختلفة من المملكة يحيي الأردنيون غدا الذكرى الثامنة والأربعين لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصف التل الذي استشهد في سبيل مبادئه الكبيرة وتضحيته نتابع معكم هذا التقرير حينما يتعلق الأمر بالوطن لا فرق بين الخيانة والخطأ لأن النتيجة هي ذاتها ما زالت هذه المقولة وغيرها تتردد في أذهان الأردنيين مستذكرين فيها الشهيد وصف التل الذي لم تخب قصص حبه للوطن من ذاكرة مواطنين يلمسون الخيانة والغدر بأيديهم ويرونها بأعينهم في الثامن والعشرين من تشرين الثاني من عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين وفي العاصمة المصرية القاهرة استهدف الشهيد وصفي برصاصات الجبن والغدري قبل انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء العرب وكان للشهيد مشروعا أردنيا لإعادة إعمار المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني في شتى أنحاء الفلسطين ومن يبحث عن تاريخ وصفي يقف عند ثابتتين حبه للأردن وحبه لفلسطين حتى يصعب معرفتي بأن وصفي أردنيا يحب فلسطين ويعشق قضيتها أم هو فلسطينيا يحب الأردن ويعشقه ولوصفي دور في الدفاع عن المملكة الأردنية الهاشمية ومسيرتها وبناء مؤسساتها والحفاظ على نظامها السياسي وحمايته فكان رمزا من رموز الهوية الأردنية وممن أسهم بصناعتها سياسيا وثقافيا واجتماعيا فيتفق الكثير بأن الشهيد وصفي كان ضمير الأردن ويحمل همومها وينبض بنبضها ويثابر ويكدح ويجتهد ليحقق بعضا من طموحاته وآماله لمصلحة الأردن الشهيد وصفي غرس في عقول الأردنيين وقلوبهم العديد من الأردنية والإنسانية التي تعزز روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية المجيدة وحتى مقولاته التي كان يرددها دوما ما زالت حالقة في عقول الأردنيين وذاكرتهم في الذكرى الثامنة والأربعين لاستشهاد رئيس الوزراء السابق وصف التل يستذكر الأردنيون هذه المرة متمنين ولو يعود للحظة بعدما رأوه من خيبات وانتكاسات ويأس وفشل بسبب الحكومات المتعاقبة حتى أصبح المواطن الأردني يشعر بأنه تعرض لاستغلال بشع من الطبقة السياسية والتكنقراطية فتلك الطبقة لا تشبه الأردن ولا الأردنيين لا شكلا ولا مطمونا فيقول الشهيد التل في خطاب الثقة أمام مجلس النواب في حكومته الأخيرة أن المواطن الأردني الذي يعيش في أمن حقيقي هو وحده القادر على العطاء وهو الذي يعرف كيف يموت بشجاعة في سبيل بلده وقضيته أما المواطن الذي يعيش في الرعب والفوضى فلا يملك شيئا يعطيه لبلده أو لقضيته أو حتى لأحد من الناس أوصاف ويمتلك أخلاقيات وتصميم العمل الفداء الحقيقي تسلم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم من رئيس ديوان المحاسبة عاصم حدادة تقرير ديوان للعام الماضي وأكد الطراونة أهمية التركيز على النوع في تقارير الديوان والتركيز على الجانب التكنولوجي في عمله ومتابعة ما اتخذه المجلس من قرارات فيما يتعلق بالتقارير التي عرضتها مشيرا إلى أن مجلس النواب يأخذ التقارير بكل اهتمام وأشهر حداد من جهته إلى تحديث التشريعات النظمة لمسيرة التنمية الشاملة على طريق تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون أيضا طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية الحكومة بعدم المساس بأسعار الكهرباء لكل شرائح المجتمع نظرا للأعباء الملقات على كاهل المواطن الأردني وقال رئيس اللجنة حسين القيسي أن هذه المطالبة جاءت بعد تداول العديد من وسائل الإعلام لموضوع رفع أسعار الكهرباء الذي يعد أمرا مرفوضا من قبل اللجنة ودعت اللجنة الحكومة إلى العمل على تخفيض أسعار الكهرباء في ضوء إنتاج كميات منها تعادل ضعف الحاجة الفعلية للمملكة إضافة لدخول مشاريع الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية الأمر الذي يستوجب تخفيض التكلفة على المواطنين قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري علي لمبيدين اليوم بعضوية القاضي المدني ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي البدء بمحاكمة أربعة متهمين أطلقوا عبارات مسيئة في مباراة الأردن والكويت ووجه لمبيدين تهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى وتعريض الأردنيين لأعمال ثأرية ورفع لمبيدين جلسة سماع عدد من الشهود وإثبات النيابة العامة اليوم لليوم الأحد المقبل نفت وزارة العمل الصحة ما تم تداوله من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول دعوتها للعاملين خلال العشرين عام الأخيرة للحصول على مبلغ قيمته ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون دينار وحذرت الوزارة من التعامل مع مثل هذه المعلومات المضللة والخادعة التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين ودعت الوزارة إلى استقاء المعلومات فقط من الموقع الرسمي أو الأخبار الرسمية الصادرة عن الوزارة التي تقوم بنشرها عبر وسائل الإعلام كافة شكلت وزارة التنمية الاجتماعية اثنتين وخمسين لجنة للتحقيق والتدقيق لعمل بعض الجمعيات الخيرية وذلك منذ بداية العام الحالي لتصويب الملاحظات الواردة بشأنها وأحل الإشكاليات المتعلقة بها وأقل مدير مديرية الجمعيات في الوزارة عايد العبادي إن كوادر المديرية في المركز والميدان نفذت نحو ألف وخمسمائة زيارة للجمعيات في مختلف مناطق المملكة وأصدرت 18 تعميما حول سير العمل والقضايا المتعلقة بالجمعيات وأوضح العبادي أن اللجان خلصت إلى توجيه عقوبة الإندار لعدد من الجمعيات وتعيين هيئات إدارية مؤقتة لـ 71 جمعية لتصويب أوضاعها وتنظيم أعمالها والمباشرة بإجراءات انتخاباتها الإدارية واستكمال كافة النشاطات أصدر صندوق الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة وثروة معدنية دليلا إرشاديا لبرنامج دعم تركيب أنظمة خلايا وسخنات شمسية للقطاع المنزلي المدعوم من قبل الحكومة وتسعى الوزارة من خلال الدليل إلى اطلاع المواطنين على آلية الاستفادة من البرنامج الذي يقدم دعما مباشرا للأسر لمساعداتها على تركيب سخنات وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء إضافة لتسهيلات بالدفع لباقي المبالغ المطلوبة من خلال البنوك بهدف تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطنين حذر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الاسبيحي من التعامل مع أي جهات أو وسطاء لتقديم طلبات السحب من أرصيدة التعطل عن العمل وبيّن الاسبيحي أن الخدمة سهلة ويستطيع المؤمن عليه أن يقدم الطلب بنفسه أو بمساعدة من ذويه ولا يحتاج إلى أي وساطة وقال الاسبيحي أن المؤسسة تلقت 35 ألف طلب للسحب منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في مطلع تشرين الثاني الحالي وتم الصرف لنحو 20 ألف مؤمن عليه بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دينار أردنية دعا التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية الذي يضم 38 نقابة وجمعية وهيئة تمثل أصحاب العمل إلى إجراء تخفيضات ملموسة على ضريبة المبيعات والجمارك والطاقة وإعادة النظر أيضا بالكثير من الإجراءات وطالب التجمع بإلغاء رسوم الخدمات الجمركية وتخفيض البنوك ومعدلات فوائد الاقتراض والمرابحة لديها لتحفيز النشاط التجاري والاستثماري وأكد التجمع أن تخفيض الضرائب والرسوم سينعش الأسواق ويزيد من القدرة الشرائية للمواطنين ويحرك عجلة النمو الاقتصادي ويقضي على نسبة كبيرة من التهريب الجمركي والتهرب الضريبي مما يعزز من إيرادات الخزينة علق رئيس الوزراء عمر الرزاز على الأقاويل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذ كان هناك معرفة سابقة بين وزير السياحة مجد شويكا وزائر رقم مليون لمدينة البترة قسم بالله قسم بالله ما لدخل هكذا كان رد وزيرة السياحة الأردنية مجد شويكا لرئيس الوزراء عمر الرزاز عندما حاول التحقق بنفسه ما إذا كانت على معرفة سابقة بالسائحة المليون بعد موجة اتهامات غزت مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشر الحكومة على منصة حق اقتعرف في اليوم التالي للحدث تكذيبا للشائعات التي رشمت جدران مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر ناشطون معلومات عن وصول ثلاث سياح إلى شباك التذاكري ولم يتم بيعهم تذكرة الدخول لأنهم كانوا ينتظرون صديقة شويكا بحسب ما قالوا أنا شايفة أنه الموضوع يعني مش كثير منطقي ولازم أنه يعني يراجعوا فيه بزيادة أو يعني يوضحوه بصورة منطقية بصراحة ومدون تليفونات لازم وجه لوجه بجمع الأحوال الحدث بنفس ذاته تافه الحدث المهم اللي لازم تركز عليه الناس شو العائد اللي بيجي لما منروج لمركز موقع سياحي هذا كله الحكي كلام فاضي ورئيس الوزراء ما لازم ينزل لهذا المستوى ويتكلم في هذا الموضوع ويحاول أنه يبرر رغوة تافه ما إلا معنى وتساءل ناشطون عن معرفة مراسل إحدى القنوات الأردنية أن الشابة المرافقة للسائحة هو زوجها دون سؤاله له في حين أن الشابة لم يقل أنه زوجها إلا في مراسم التحضيرات بحسب ما قال الناشطون وأعرب مواطنون عن رأيهم بطريقة تعاطي الحكومة مع هذه الشائعة بهذه الطريقة ولا في أحلى منها ومتاح الشفافية أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يجري المكالمة حاتفية مع وزير السياحة ويبلغ أن هاي صديقة إليك وتهموك ناس أو طلعت إشاعاتها لك فأين الغلاط في الموضوع؟ ما فيها أي مشكلة أعتقد أن التصريح اللي قام فيه الرزاز ممكن عمله بطريقة فكاهية ممكن حاب أن يكون يتناسب مع الشاب بس ما أعتقد أنه أعجبني كرد وتعامل وتعاطي وتفاعل مع الموضوع ما كان ممكن مقبول بالنسبة إلي شخصيا كوزير رئيس وزراء الموضوع أساسا لا يستحق أنه يتاخد بهذه الطريقة ولا أنه يصير عليه الضجة أنه ممكن يتأكد من صحة الخبر بأسلوب مختلف قالت قسمة بالله العظيم أنه أنه ما بتعرفها بس هاي أسلوب مش من الحكومة يعني أنه أسلوب يعني كانهم بيحكوا لأولاد صغار يعني ناس درسين بالروضة مش معبر أنها تحكي هيك يعني أنه يعني يعني حالي بضحكوا على الشعب يعني زي هيك بضحكوا على الشعب يعني مش أرشوا وحد يبدو يحكينهم وهي الحكومة هاي حفل تكريم وتذكرة عودة مجانية للأردن وتذكرة دخول مجانية للبترة مدى الحياة وغيرها من الهدايا استلمتها السائحة أليسون كاري المعروفة حاليا بلقب السائحة المليون جهود عظيمة من وزارة السياحة لوضع الأردن على خريطة السياحة العالمية بحروف من ذهب فهل ستصمد أمام فساد بعضهم؟ ولماذا يفتح موضوع السائحة المليون من جديد بعد أسبوع من الحادثة؟ عون أيمن الأردن اليوم ترجمة نانسي قنقر